أعزاء مشاهدي العيادة البيترية هنستكمل معاكم النهاردة أهم أمراض الأغنام حالة اللي فاتت تكلمنا على برامج الأغنام وإزاي بالرب الأغنام ونتعامل معاها إزاي من أول ما الصباح يطلع لغة المساء وقلنا اللي 12 شهر بتوع السنة إيه نعمل في كل شهر من الشهور دي النهاردة هنتكلم على أهم الأمراض التي تصيب الأغنام الأغنام عموما يا أخوانا قليلة الإصابة بالأمراض عشان كده إحنا يعني كمية الأمراض اللي فيها بتبقى قليلة جدا ودايما الفلاح ما بيبصش لعلاج الأغنام إلا بعد إيه ما يجي المرض عشان كده مهمة قوي إن احنا نخلي بنا من التحصينات بتاع الأغنام قبل حتى ما يظهر المرض إن شاء الله حالة النهاردة هنتكلم فيها عن كل ما يصيب الأغنام وتحصينات الخاصة بيها وأهم الملاحظات اللي نعملها عشان ناقع حيواناتنا من أهم الأمراض بنقسم أمراض الأغنام إلى ثلاث مجامية المجموعة الأوانية تفايليات داخلية تفايليات خارجية أمراض معدية التفايليات الداخلية زي إيه الددان الكابيرية الددان الشرطية الددان المعاول التفايليات الخارجية زي الراد والآمل والجرب دية التفالات الداخلية والتفالات الخارجية أهم ثالث حاجة الأمراض المعضية الأمراض المعضية منها الفيروسي ومنها البكتيري زي الحمى الكلاعية مثلاً وجدر الغنم دية الفيروسية والأمراض البكتيرية زي الكوليستيريديم والجمرة الخريصة أو الأنسركس هنتكلم النهاردة معاكم على التفاليات الداخلية أول ما نبدأ نبدأ رقم واحد التفاليات الداخلية بتعتبر الطفلات الداخلية دي أخدنا اللي بتصيب الأغنام مشكلة ليه؟ لأنها واسعة الانتشار ومعظم الأغنام بتصاب بنوع أو أكثر منها يؤدي دي الإصابة بتاعتها لإيه خفض الإنتاج بتاعها نفوقها بيقال كمان على معادلات النمو بتاعها عشان نتلافى المشاكل دي أو الأضرار اللي بتيجي دي لو إحنا أدينا أصحاب الكتعات أدي الجرعات الوقائية اللازمة لأغنامهم والمتوفرة في المراكز البيطارية كلها دي بالصفة دورية على طول قبل ظهور المرض ده هيعمل لنا أن نقلل التفايليات الخارجية التفايليات الداخلية زي الأراض والجرب والأمل والتلافى الظهورها برضو والبعد عنها والوقاية منها يجب أن احنا نخلي بنا من العلاج الوقائي لها يبقى الأراض الجرب الأمل لتلافى الظهور بتاعتها في القطيع والوقاية منها يجب التطعيم لها بطريقة مباشرة وطريقة دورية قبل ظهور المرض ده اللي احنا نخلي بنا منه بعد كده القضاء عليها نعمل إيه؟ عزل الأغنام المصابعة عن القطيع أقص الصوف خلي بالكم من أكتر الحاجات اللي احنا نخلي بنا منها في التفايليات الخارجية الجرب الجرب هو أقصر التفايليات الخارجية انتشاراً ولذلك عشان هناخده بالتفصيل ونقضي عليه إزاي أول حاجة الغنمة المصابة الجرب عزل الأغنام قص الصوف بتاعها التغطيص بإحدى أدوية الجرب المتوفرة من 3 إلى 4 مرات حسب شدة الإصابة على أن تكون المدة بين كل تغطيصها وأخرى عشر تيها خلي بالكم كويس قوي يجب فرق مكان الإصابة بفلشة من السلك أثناء التغطيص لأخليها القشور دي تدمى وبعد كده عشان إيه؟ عشان الدواء يبدأ يتخلل يتخلل الجلد لأن الجرب بيكون طبقة من الكشور بتعيق تصرب الدواء للجلد مما يعرقل الاستجابة إيه؟ للعلاجة إيه يا بقى الأمراض المعدية؟ قبل ما أخش في الأمراض المعدية عايز أشوف الحيوان المريض تستدل عليه إزاي؟ الحيوان المريض تفرقه عن السليم إزاي؟ عشان دواء تقول الحيوان دو مصاب بمرضه أو إي لا؟ حيوان المريض دايما بيسلك سلوك مختلف عن بقى القطيع بنلاقيه إيه؟ منعزل لوحده تلاقيه تاني واخد جنب بيقوح ما بيقوشش على الأكل دايما الحيوان المريض دايما بيختلف في سلوكه عن القطيع كله تلاقيه القطيع مش كويس هو الواحده بيبقى إيه؟ واخد جنب من القطيع أكله قليل منعزل عن القطيع نهائي ما بيقدرش يتجاوب مع القطيع فده بيديلك الحق إن ده حيوان مريض إيه أهم الأمراض بقى اللي هنتكلم عليها أخوانا؟ أهم المرض عندنا بنتكلم عليه اللي هو الحمى الفحمية أو الجامرة الخبيثة أو الأنسراكس ده من ضمن الحاجات الأمراض اللي أول حاجة هتقابلنا في الأمراض البكتيرية اللي بتصيب الأغناء المرض ده أمراض بكتيري شديد الضراوة بتسببه جراسيم العصوية تشكل بنسميها الباصيلس أنسراكس الجراسيم ده بتعيش في التربة سنوات سنوات طويلة ممكن تتقل العدوى عن طريق العلاقة الملوسة العلاقة الملوسة من حيوان مصاب بإفرازات الحيوان المصاب بتنقل للحيوان السليم وبرضه مية الشرب والاستنشاك واللدق الحشرات والجروح كل دي بتؤدي إلى نقل المرض أو نقل العدوى بهذا المرض الأعراض زي ما احنا قلنا في موزة التناع عن الأكل خمول ارتعاش في العضلات صعوبة في التنفس ارتفاع في درجة حرارة الجسم أهم معرض بها نخلي بنا منه خروج دم من كل الفتحات الطبيعية الجسم من الأنف ملاخير الإنس كل الأماكن الطبيعية المفتوحة تلاقي فيها خروج دم اسود ما بيتجلطش بسهولة موت سريع ومفاجئ الصفة الشرحية لو لا في الغنمة المصابة بتلاقي دم اسود عديم التخصر بتضخم فيه تضخم كبير قوي لو احنا فتحنا ومفضل ما احنا ما نفتحش بتلاقي فيه تضخم في التحال والجسد بتنتفخ بسرعة الحيوان بعد ما يموت تلاقي جسده انتفخت بسرعة ومفيش فيها الريجر مورتورز ومفيش فيها التخشب أو التصلب بعد الولاد بعد النفوق تخشب والتصلب بعد النفوق مهم جدا دي الأعراض اللي خلي بالك منه الوقاية والعلاج له التحصين باللقاح الواقي بجميع الحيوانات في الأماكن المنبوئة برضو بحصنها وبدي بنسلينات لمدة خمسة أيام بجرعات عالية ودفن دفن عميق للجسس اللي هي نفقت وبطهر الحزاير كلها بالجير الحي ده المرض الأولاني المرض البكتيري الأولاني من أهم الأمراض اللي بيصيب الأغنى المرض الثاني اللي هو البروسيلا أو الإجهاض المعدي ده لسه مخلصين الأسبوع اللي فات معاكم مرض مشترك بين الإنسان والحيوان بتسببه بكتيريا بنسميها البروسيلا ميليتينسيس البكتيريا دي بتحص العدوة فيها عن طريق الجهاز الهضمي الجهاز التنسلي الجروح بتنقل عن طريق الأكل والمية والشرب الأعراض دايما في الكباش بتلاقي تضخم في الخستان إذا ما احنا هنشوف بعض الصور اللي معانا عن المرض البروسيلا هنشوف مع بعض بتلاقي تضخم في الخستان بتلاقي فيه إجهاضات بتلاقي فيه نزول للمشايم موجودة على تضخم والتهاب الخاصية وطبعا فيه حمى وسرعة التنفس خمول في الزكران في الإنس بتحصل إجهاض في الشهر الرابع من الحامل مع موت الحملان والتهاب المشيمة طبعا الوقاية بالمرض ده التحصين 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 ضد المرض والتخلص من الأجنة والمشائم بشكل صحيح لازم نفحل لها مكان نرميها فيه مكان حديث الولادة مهم جدا نبقى مطهر ومعقب مراعاة عدم تلوث الأغزاء نهائي ومصادر المية فيها لازم نبقى دائما محطوطة في بعض الصور لصور المشيمة وصور الإجهاض وصور بتاع بعد الفيديو ده هنشوفها مع بعض حمى الوقت المتصدع أو المرض الثاني الفيروس الثاني اللي هو أول مرض فيروسي اللي هو حمى الوقت المتصدع أو الرفت فالي فيفا ده احنا قلنا مرض فيروسي بتنتقل بواسطة إيه الله ينعى البعود دائما بيكون فيه فكتور وخاصة الكوليكس بيسببه فيروس من عائلة البونافردي فيروس أعراض المرض ده بيظهر فين في الحملان على هيئة الاتفاع في درجة الحرارة بتصل درجة الحرارة 42 درجة الحيوان بيفكت شهيته بيبن فوق في خلال 36 ساعة الأولى من ظهور الأعراض وبتصل نسبة نفوقه تقريبا إلى 90% في الحملان الحديثة لولادة أما الأغنام البالغة بتبدأ الأعراض فيها بارتفاع درجة الحرارة فرازات أنفية مخاطية صديدية قيء، إسهال، بول مدمم، رعشة، ترنح تقريبا بتصل نسبة الإجهاد في حمى الواد المتصدع إلى 100% ونسبة النفوق بتصل تقريبا إلى 30% الوقاية والعلاج بالنسبة لحمى الواد المتصدع التحصين، دائماً أقول دائماً الأمراض الفيروسية ما لهاش حل غير التحصين علاج أعراضي للحيوانات المصابة، مخفضات حرارة، مضادات التهابات، بيدي مضادات حيوية في بعض الحالات الوقاية والعلاج ده دائماً احنا بنقول في الوقاية التحصين والعلاج العلاج أعراضي بالنسبة لأي مرض فيروسي ممكن يصاب بالحيوانات دي الصور اللي احنا ممكن نلاقيها في حالات البشيمة في حالات البروسيلة تلاقي الصورة قدامنا بالمنظر زي ما انتم شايفينه كده والجنين المجهض والظاهر وبعد كده صور لأجنة وهي تعبان وهي نفع زي ما انتم شايفينها كده قدامنا حمى الوادي المتصدع قلنا ان العلاج بتاعها التحصين باللقاح متخصص وعلاج الحيوانات المصابة بين مخفضات الحرارة ومضادات الالتهاب واهم حاجة بدام قلنا ان هو بيتناعل عن طريق البعوض مكافحة البعوض ده من حاجات المهمة اوي ان احنا نخلي بنا منها في حمى الوادي المتصدع المرض البكتيري المرض البكتيري التالت اللي هو الكيزيس او السلي الكازي اعراضه برضو مرض بكتيري يسبب النوع من بكتيريا منسميها ايه الكوريني بكتيريا بايوجين ده بيصيب برضو الاغنام بيعمل خلق اجمع من الخراريج عن طريق تناول المايكروب مع العلائق الملوسة وعن طريق الجروح المفتاحة اعراض المرض زي ما احنا قلنا خراريج فهنشوها برضو مع بعض في الغدد اللي المفوية كلها خراريج اسفل الفك واسفل الازن والكتف وفيه صديد نازل دايما موجود فيها الحيوان بيبقى موجود فيها في ضعف عام فيه هزال الصورة اللي موجودة حاليا دي دي صورة اللي هي اللي احنا ك� antiqu ports اللي احنا كنتم عليهمين شوية اللي هي حما الوادي المتصدع دي صورة الكابت بتاعه الصورة اللي وراها دي خاصة بحما الوادي المتصدع اللي وراها على طول صورة الصل الكازب اللي بعد دي على طول جزء الثاني اللي هو اللي قلنا خاريج بكلاه علاج الخاريج العلاج بنحن بالنهاية بنعالج الخاريج جراحيا وبعدين أهم حاجة المواد الصديدية أخواننا بندفنها هي في الصورة دلوقتي ريات دي السل الكازم مجموعة الخارج كلها موجودة زي ما احنا شايفينها قدامنا هي بنعالج الخارج جراحيا بندفن المواد الصديدية ديها الدفن عميق أو بنحرقه بنحصن الحيوانات بتحصين البي سي جي بنطهر الجروح بتاعتنا أول بأول بالنسبة للأمراض بتاع الكوريني بكتيريا شايفين الصديد عميلي ازاي الباص ده هو أخطر حاجة بنهتم نحن بيها وبنخلي بنا منها في الكوريني بكتيريا بايوجين الوقاية بتاع نخش في المرض البكتيري اللي هو الليستريوزيس الليستريوزيس ده مرض بكتيري بتسببه ايه بكتيريا نسميها المونوسايتوجينز ديت مونوسايتوجينز لاستيريا دي بتنتقل عن طريق برضو الأكل والهواء إذا دخل الميكروب عن طريق التنفس بتظهر أعراض على الحيوان العصبية جدا وبيدور الحيوان في اتجاه واحد وتقريبا بينفق أكتر من 25% من الحالات المصابة من القطية في خلال فترة قصيرة جدا يومين بالزبط ويحصل النفوق ويحصل إجهاض الجنين يفقد العشار يفقد وإن الجنين يتفقد من القوم إن عاجل العشار كلها بتبقى 28% منها يحصل إجهاض فيها ده لما دخل أكل ملوس بالبكتيريا مونوسايتوجين للحيوان دايما بقول في كل مرض الوقاية منه إيه والعلاج إيه الوقاية منه غد مهاجة في الآخر أقول لكم التحصينات كلها لأمراض الدواج الوقاية والعلاج من الليستيريا عزل أول حاجة عزل الحالات المصابة مراعاة إن المكان يبنظيف الغذاء المقدم للحيوانات نظيف لما يكون في حالة وباء وحالة مشاكل عندي بفضل دايما في حالات البكتيريا بدي البنسلينات لأنها تعتبر أرخص حاجة وأقوى حاجة في الوقت ده بالذات في الليستيريا وفي الكوليستيريديا وكل معظم الأمراض البكتيرية المرض البكتيري اللي بعد كده اللي بيصيب الأغنان برضه بيسميه إحنا السلمونيلا أو السلمونيولوزيس ده من الأمراض البكتيرية الخطيرة اللي بتصيب الحيوانات وبتسبب إسهال جامد جدا لإيه للحيوانات وبترفع في الحملان بالذات بيبقى الحيوان بيخش بيخش في حالة اسهالات و مشاكل دايما في العجول الوقاية برضو زي ما إحنا قلنا عزل الحيوان عزل الحيوانات المريضة على الحيوانات السليمة الحفاظ على نخش مضادات الحيوية طبعا مضادات التهاب الحفاظ على نظافة المكان تغيير المكان اللي مصابه اللي فيه الإصابة ولا فيه المشكلة ده بيبدأ نغير المكان خالص وانطهره بالجير الحي ونقطع المكان ده وندخل حيوانات تمنع دي كل حيوانات فيه المدة شهر أو شهرين وبعد كده ندخل الحيوانات الجديدة آخر حاجة احنا هنقولها أو قبل الأخيرة مرض اللسان الأزرق ده مرض بيروسي مرض اللسان الأزرق ده اللي هنتكلم عليه ده مرض بيروسي برضه أعراضه تمام أعراضه مشابهة زي الحمى الكلعية تقريبا شبه الحمى الكلعية اللسان الأزرق هو يختلف عن اللسان بيبقى من اسمه بلو طانج أو اللسان الأزرق ده برضه حمى في جضان للشهية إفرازات من الأنف وتقرحات في الفم زي تقريبا مشابه زي ما انتم شايفينه في الصورة كده مشابه للحمى الكلعية مرض الحمى الكلعية المرض الفيروسي قبل الأخير اللي هو طبعا قلناه كتير قوي وحفظناه كتير قوي في موضوع البار مرض فيروسي له سبع اطرات بيسيبوا الحيوانات بيؤدي طبعا إلى خسار كبيرة نتيجة للنفوق والخفاض الانتاج الأعراض يا أخواننا تقرحات بين الأزلاف يؤدي العرج التقرحات دي دايما بنلاقيها في الفم النفوق في العجود الراضيعة أو في الحملان الصغيرة طبعا بيحصل إجهاضات للعشار طبعا بيبقى فيه إفرازات من اللعاب كتير ارتفاع في درجة الحرارة صعوب التناول للغزاء نتيجة الالتهاب الموجود الوقاية عشان ده مرض فيروسي ناقي نفسنا منه إزاي الله ينور عليك بالتحصين التحصين اللي بيحتوي على اللقاع العطرات المحلية الموجودة احنا عندنا حاليا معترض بيه 3 عطرات وبنستخدم كمان حاجة نغير الوسط بتاع الفم عن طريق حمض البوريك أو عن طريق السوديوم بايكربونيت نحطهم فين في الفم طبعا حمض كل اعيان تقول لكم حفظتوها العلاج بتاعها علاج الأقدام وعلاج الفم علاج أعراضي بنيدي مضاد ضحاوي مضاد التهاب بنعزي الحيوانات وأهم حاجة التحصين آخر مرض عندنا هنقوله اللي هو جدري الضق أو الشيب بوكس ده أكتر مرض يعني مرض بياجي في الأغنام كتير قوي أو الشيب بوكس جلد مرض جلدي شديد الخطورة شديد العدوى بيسبب فيروس بينتقل عن طريق التلامس المباشر وغير المباشر يعني الديريكت كونتاكت وإن ديريكت كونتاكت الأعراض الشديدة حمى إفرازات من العين إفرازات من الأنف فيه أعراض منازل هذا المرض اللي هو البصرات الطفحة الجلدي على الفم وفي الأماكن الخالية ودايما بتبقى البصرات دي بتنفجر سايبة مكانها قشور وبتستمر الحالات دي تلمدة 3 أسابيع أو 4 أسابيع بتتأثر أو بالجدري الحملان الصغيرة وبتنفق في الحالات الشديدة ويموت كميات كبيرة منها العلاج والوقاية قلنا إيه التحصين تحصين الأغنام بلقاح جدري الأغنام دايما الأمراض الفيروسية كل ما تكلم فيها في أي حاجة أقول التحصين الوقاية علاج أعراضي الأمراض البكترية بنعالج العلاج المتخاصص لها نتكلم بقى شوية وإحنا بنتفرج على الفيديو الجميل للمعنى ده على برنامج التحصين الخاص بالأغنام والمعز إيه هي برامج التحصين بقى آه هو ده برنامج التحصين بقى اللي احنا نعمل إيه خلي بالك وانقعد حكي الأمراض دي كلها أول حاجة ركست عليها قول دي لقاح الجدري الأغنام ده لقاح حي هقول التحصين وهقول بيستخدم إزاي بأمان نحصن به الحملان عند اكتمال الشهر التاني ويقرر سنويا والمناطق الموبوعة بيحصن قبل الشهر التاني ثم يعاد بعد ست أشهر بعد ست أشهر بالزرق ثم يقرر سنويا يجب أن يتم استخدام اللقاح مهم جدا حدري خلال ساعتين من إزابته والباقي لو تبقى حاجة يعدم وأن المتوقع اللي هيتبقى في الإزازة نعدمه اللقاح التاني اللي نحن نستخدمه في الأغنام اكتبه وراء الحاجات دي يبقى اللقاح الأولاني اللي احنا قلناه اللقاح الجدري اللقاح التاني اللقاح التسمم الدموي النوع بتاعه ميت له عدة أنواع تستخدم اللقاية زي إيه؟ اللقاية من إيه؟ من الباستريلة وعبارة عن سائل الإزازة بتاعه سائل وترقب للاستعمال ويستعمل حقم تحت الجلد بالجرعات اللي هي موسع عليها يعني كل الجرعات طبقية اللي مكتوبة على البنفلت لازم تستخدمها زي هي مكتوبة يعني الجرعات اللي قالك أكتر من ثلاثين كيلو ياخد اثنين صنطي تحت الجلد يبقى أكتر من ثلاثين كيلو ياخد اثنين صنطي تحت الجلد أقل من ثلاثين كيلو ياخد واحد صنطي تحت الجلد يبقى أقل من ثلاثين المكتوبة على البنفلت لازم تنفيزه بالظلط الحيوانات البلغة تُعطى جرعتين بين كل منهم أربع سبيع ثم تُعطى جرعة سنوية كل عام للحيوانات الصغيرة الحيوانات الصغيرة اللي هي الحملان اللي جاية من أمهات متحصنة اللي بكالت دلوقتي الثالث ندي جرعتين بينهم أربع أسابيع ثم جرعة منشطة سنوية أخرى دايماً ماشي حسب البنفلت اللي موجودة عندك أو الوشدة اللي موجودة عندك على التحصين الحملان اللي من أمهات غير محصنة يجب أن تحصن نهاية الأسبوع الأول بجرعتين برضو بينهم أربع أسابيع ثم جرعة منشطة سنوية فحالة الملاطق المبوئة يتم تحصين عدد قليل من الحيوانات لمعارفة رضي الفعل خلال ثلاث أربع أيام وبعد كده خلي بالكو يا أخوانا من الملاحوظات المهمة جداً إن أنا ما حصنش الحيوانات المجهدة في بعض الحالات هيزهر لك عقد تروح حجمها ما بين 2 سنة 3 سنة بعد التحصين وهتختار بعد شهرين ده رد فعل طبيعي للتحصين التحصين الثالث اللي احنا نخل لهم أنه لقاح التسامم المعود وهو ضد الكوليستريديا يجب أن ترجل زجاجة خلي بالكو قبل الاستعمال وبيوح أن تحت الجلد في جانب من الرابع وتكون الجرعة من 2 سنة لكل رأس من الأغنام طيب لو فيه أناس لم يصبق ما حصنتهاش أحصنها بجرعتين بينهم من بعض 4 إلى 6 أسابيع ثم جرعة قبل الولادة بأسبوع أو أزوال الإناس اللي صبق تحصنها تحصن سنويا بـ 2 سنة أو حسب المكتوب في الجرعة قبل الولادة بأسبوع أو أسبوعين الحملان اللي نتجه من أمهات محصنة نقصمها كالتالي مجموعة معدل الزبح دي تحصن مرة واحدة 2 سنة وبعد كده خلاص المعدل التربية بقى دي نحصنها في الأسبوع السادس وبعد كده بأربع أسابيع ندي جرعة تانية ثم نقرر الجرعات دي سنويا الحملان اللي نتجه من أمهات غير محصنة يعني الأم أصلا مش محصنة لما جاء أشتريها أحصنها بجرعتين بينهم وبين بعض من 4 إلى 6 أسابيع وقرر سنويا بعد كده الزكور البلغة اللي هي مقالها فترة عندي بحصنها سنويا ده برضو 2 سنتي تحت الجيل ده معظم التحصنات اللي احنا بنحصنها في قطعان الأغنام فيه التحصين الأخير اللي هو لقاح السولي الكاذب ده بيستخدم برضو 2 سنتي لكل رأس برنامج التحصين اللي احنا إله الأغنام هنحصنها لناس هتحصن كل المجموعات اللي احنا هنبدأ نحصنها نعمل حسابنا الجرعات الجرعات زي ما هي مكتوبة بالظبط على البنفلت هنعملها زي ما هي قالسانت يا برسانت يا برسانت قال من 4 الى 6 اسابيع الجزء اللي هيتبقى مني أعدمه لازم أرجل الإزازة كويس أوي قبل ما اشتغل الهوال راعي عملية التحصن التحصين يبقى في منطقة في كيس اسود ملحط بتالج غير معرض للشمس ده كله عامة للتحصينات على التحصينات كلها بالنسبة للحيوانات مشاهدين الأعزاء مشاهدي العادة البيطارية هناخد فاصل وهنستقبل بقى تلفناتكم بعد الفاصل في مواضيع الأغنام أو غير مواضيع الأغنام على الهواتف المثبتة أسفل الشاشة فاصل ونتواصل